قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة ثلاثمائة وخمسة وعشرين إلى ثلاثمائة وثمانية وعشرين نازلنا في نفس المورد نفس المقتبس نفس المقام نفس المصدر قال ابن تيمية وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام يعني الذي رأى ربه في المنام اعتبروا هذا من أضغاث الأحلام من المعتزلة ومن طبعا لم يذكر الشعاء هنا أيضا الشعاء الإمامية الشعاء عموم الشعاء أيضا يقولون بهذا القول بعدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى لا في الواقع لا في المنام لا في اليقظة لا في المعراج لا في الآخرة لا في الدنيا لكن هو يحاول أن لا يأتي بالشعاء هنا ولا يناقش الشعاء هنا ولا يجعل الشعاء كمحور للنقاش الرئيس هنا يذكر في مقامات هنا وهناك يقفز وينط هنا وينط هناك يذكر الشعاء يذكر أتباع أهل البيت عليه الصلاة والسلام لأن ذكر الشعاء سيجعل المقابل يبحث عن ما عند الشعاء وعندما يبحث عن ما عند الشعاء يجد أقوال أهل البيت يجد أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه يجد أئمة التوحيد قادة التوحيد رموز التوحيد أصل التوحيد يجد أهل البيت يجد أمير المؤمنين يجد إمام الموحدين يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تجسد توحيده في أهل البيت في أهمة أهل البيت وهو ابن تيمية يناقش هنا الآراء ويناقش المتكلمين ويناقش الفلاسفة ويناقش الأفكار الأخرى والمذاهب الأخرى الكلامية ويتهم هذه المذاهب ويتهم المخالف الجهمية وغير الجهمية بالزندق وبالارتداد وبالخروج عن الدين وبالظلالة لا أقول في كل الأقوال لكن في كثير من الأقوال يوجد مطابقة بل يوجد متابعة لهم لما ورد عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه الصلاة والسلام من هنا تعرف كيف عندما يكون المحوى الرئيس عند ابن تيمية هو قضية التكفير قضية التوحيد الجسمي فماذا يفعل عليه أن ينفي ذكر أهل البيت حتى ينتفي معهم أصل التوحيد وحقيقة التوحيد وأساس التوحيد وأصول التوحيد ويضع الخطة باء الخطة الاحتياط من يصل إلى أهل البيت عنده الخطة الآخر وهو تخرج علي من الصحبة من الصحابة من الخلافة من الصحابة من الإيمان من الإسلام إذن عنده أدت خطوة دفاعية وأدت خطوة للهجوم ترجمة نانسي قنقر